أنا دكتورة شايماء الخولي وأستاذ مساعد أمراض الجهاز الهضمي ومناظير الجهاز الهضمي لعلاجات تدخلها بكلية الطب لأسر العين فكرة مناظير الفراغ الثالث دي فكرة موجودة في العالم من سنين يمكن أول حالة تعملت كتفي اليابان سنة 2010 فكرتها أن أنت بتقدر تستخدم الجدار بتاع الجهاز الهضمي ربنا سبحانه وتعالى خالق الجدار ده ما تكون من طبقات فأنت قدرت تخلق لنفسك فراغ جوى الجدار بتاع الجهاز الهضم قدرت تعمل منه بعض الجراحات أشهر حاجات هي لتأشير الأورام اللي هي بنسميها ESD وتاني أشهر عملية اللي هي المريض اللي عنده مرض اسمه أكاليزي اللي عنده صعوبة في البلع فبتعمله شق العضلة فم المعدة أو عضلة الفؤية الفكرة بدأت أن إحنا كان ده حلم بيروضنا كنا من سنين طويلة جدا في ورشة عمل مناظير الجهاز الهضمي في الأسر العيني كل سنة كنا بتجيب الأجانب الخبر الأجانب يعملوا الحالات دي عندنا هنا في مصر فكنا بنشوف الحالات وبنتبعها وبنحضر الحالات عدنا كده سنين وفضل ده حلم نفسنا أن إحنا نحققه أنه هو يبقى على أيادي مصرية فسافرنا دول كتير يمكن سافرنا انجلترا سافرنا النمسا ولبنان سافرنا دول كتير يمكن كان أكتر وهولندا برضو يمكن كان أكتر دولة مؤثرة كانت هي الصين سافرت الصين مرتين أول مرة كانت على حيوانات 3 أسابيع وبعد كتير سافرت قعدت فترة في الصين 3 شهور أنا واثنين من زمالي دكتور محمد الشربيني ودكتور كريم عصام أول واحد فينا كان محمد الشربيني وبعدين أنا وبعدين كريم سافرنا أورا بعد كان عملنا زي علاقات كويسة جدا مع جامعة فيودان في شانجهاي في الصين ودونا ترينيج حقيقي يعني إحنا مشينا من هناك وإحنا قريدي خلاص بنشتغل يعني إحنا اتمرنا هناك واشتغلنا على عملنا العملية عملنا حوالي كل واحد فينا عمل من 11 إلى 14 عملية قبل ما يروح ولما جينا هنا بدأنا في مصر برضو جبناهم معنا في أول 6 أو 7 حالات عملنا ورشة عمل مخصوص وبدأنا الورشة العمل دي كتلايف قدام الناس كلها وهم كانوا موجودين معنا كابوش يعني وبعدها خلاص قلنا جماعة ايه توكلوا على الله وانطلقنا بقى بعدها آه يعني كانوا موجودين معنا في الأول برضو لزيادة للأمان والاطمئنان يعني بس هما كانوا متطمنين كده كده والحمد لله بقى انطلقنا طبعا في الأول كان فيش بعض المعضلات المادية ومعضلات الان الناس تتقبل الفكرة دي ونعرف ان فيه بديل للجراحة يعني انت بتعمل نفس الجراحة بس من غير جرح خارجي بر فطبعا الفكرة كان فيه مقاومة في الأول ودي ممكن كان أصعب فترة لغاية ما تثبت نفسك ويبقى عندك نسب نجاح مع ان هي موجودة في العالم من سنين بس انت بتاخد فترة لغاية ما تثبت نجاح القصة دي وبعد كده الحمد لله انطلقنا سافرنا محافظات كتير في مصر يمكن اسكندرية الشرقية يمكن دعمنا الفريق بتاع الشرقية لغاية ما بقى بيشتغل لوحده دلوقتي وبعد كده زميل لنا كمان سافروا الصين بعدنا والدنيا انطلقت في مصر دلوقتي وفيه كذا حد بيشتغل